الكتشاف الأخير يهم نضعه في مجموعة من الكتشافات الكتشاف الأخير يهم نبات أقدم نبات طبي الاستخدامة في المغارة في العالم وهو قد استخدم المغارة الحمام بتفوغالس وهو يهم نباتة الإخذرة الأستاذ الحسن الطلبي أستاذ باحث ومدير مختبر بكلية العلوم بوجده جامعة محمد الأول نتواجد اليوم بمغارة الحمام بتفوغالس وهذه المغارة المعروفة على الصعيد الوطني والعالمي مغارة معروفة أيضا بمغارة أنجار هي معروفة بمجموعة من الكتشافات أقدم عملية جراحية مثلا 15 ألف سنة أقدم حلي يستعمله الإنسان من 80 إلى 100 ألف سنة وأيضا أقدم حمض نووي تم الاكتشاف بهذه المغارة وفيها مجموعة من الاكتشاف اللي نتحدث عليها لأنها في إطار الكتابة لتصدر ولكن اكتشاف اليوم هو استعمال هذا الإنسان القديم الذي كان يعيش بهذه المغارة إنسان الذي كان يعيش هنا منذ 15 ألف سنة لاستعمال النباتات لغاية طبية يعني اكتشف الإنسان في ذلك الوقت على أن مجموعة من النباتات لها استعمال طبي واستعملها في هذه المغارة وهذا الاستعمال تؤكده مجموعة من الاكتشافات السابقة وهي مثلا العملية الجراحية القديمة يعني كيف يمكن القيام بهذه العملية بدون استعمال مهدئات وهذه النباتات تأتي لتؤكد ما كنا قد تكلمنا عنه استعمال هذه النباتات كمهدئة يعني هذه النبتة الفيدرة هي معروفة لفيدرة معروفة بما زيها الطبية الجهاز التنفسي والجهاز أيضا فيما يتعلق بمقاومة السرطان وأيضا لمقاومة الآلام أو النقص من الآلام وقد استعملت بهذه المغارة هذه الاستعمال الأول الاستعمال الثاني هو أن هذه البقايا أو الثمار التي وجدت بالمغارة وجدت بعمق المغارة في مستوى توجد فيه يعني استعمله الإنسان القديم للدفن واستعمله بكثرة في هذا الموقع لماذا؟ لأن من الممكن أن يكون لهذه النبتة قيمة أخرى بعد آخر ليتم البحث عنها بالخارج واستقدامها داخل المغارة وهذا يدل أيضا على مجموعة من المجهودات التي يقوم بها الفريق العلمي لتافوغالت الذي هو يتكون مجموعة من الباحثين من جامعة محمد الأول ومن معهد الوطني للتراث والأثار بالريبات ومجموعة من الجامعات من أوروبا مثلا من إنجلترا كجامعة أكسفورد أو من إسبانيا جامعة الأسبالماس وهذه المجهودات التي أدت إلى هذه الاكتشافات تمكنتنا أيضا من تكوين مجموعة من الشباب في هذه التخصصات العديدة وهذا شيء مهم أيضا المجهودات الأيفادرة هي معروفة في المجال الطبيب والمجال السيدرالي التي تتخدم بطريقة كبيرة لتدخلات جراحية من أجل التخدير وأيضا من وجه الموقف للنزيف الدم ونعتقد أن هذه الأيفادرة استعملت بكثرة خاصة في مغارد تفوغالت وفي المنطقة للدفن من أجل مجموعة من العمليات هنا أيضا دلائر على هذا أن قدم عملية جراحية حول رأس إنسان وقيمتها كانت هنا في مغارد تفوغالت بالإضافة بواحد الميزة تقافية تتميز بها تقافة الإبروموريزية وهي خلع القواطع الأمامية ولا بد من أجل قيم هذه التدخلات وهو وجود نبتة أو دواء يستخدم لهذا ونعتقد أننا نبتة في فضلك أن تستخدم من هذا التدخلات هذا الهمية هو الاكتشاف على المستوى العلمي إنه أقدم الاكتشاف على الشمعي على الصعيد العالمي وهو اللي حد الآن بالإضافة للمستوى الوطني كي يبين على أن مجموعة البشرية التي عاشت حواري 15 عام سنة كانت متميزة على المستوى التقافي أنها قدرت توصل إلى مرحلة من التطور والتأقل مع محيطها النباتي والحيواني أي طبيعي عموما وأنها قدرت أنها توصل إلى استعمال بعض النباتات من أجل أغراض علاجية